إذا عنا فيه تلت طرق حكينا عن طريقتين لحد الآن الطريقة الأولى حكينا عن فكرته الأساسية إنه أنا عندي لكويد معين ولكويد هذا بتمدد بالحرارة فأعطيني والطريقة الثانية اللي كانت وعادة عادة في معظم التطبيقات نستخدمها بس لأون أوف هلأ ممكن أستخدمها أنا حتى تعطيني الحرارة بس معظم التطبيقات الصناعية اللي أنت رح تشوفوها هلأ بس حتى تعطين هون أوف سويتش زي الثيرمل سويتش اللي مررته عليكم إذن البايميتاليك ستريب باستخدم معدنين لهم ثيرمل كويفيشنس بعملهم بوندينج والبوندينج هاي عملية مش بسيطة يعني عملية البوندينج كيف بعملهم بوندج بحث أن أمسكهم تماما مع بعض وبعدين بتغير درجة الحرارة رح يتمدد واحد منهم أكتر من الثاني فراح ينعكس يصير التقوس بالشكل تبعهم وهذا التقوس رح يعطيني والنوع الثالث اللي هو اسمه وفلويد إكسبانشن ثيرمومترز وفلويد إكسبانشن ثيرمومترز هذي مثال المثال عليهم هون في عندي هون لكويد يعني هاي طبعا أكتر للأشياء الصناعية للتطبيقات الصناعية عندي لكويد وعندنا هون فيبر وبعدين عندي عنبوب والأنبوب هذا بقدر أمده لمسافة قويلة من البروست يعني هون في عندي بروست معينة يعني بديس درجة حرارة البروست هاي بشبك هون من الأوتلت عن أنبوب والأنبوب هذا بقدر على إيش اسمه بوردون جيج والبوردون جيج هو عبارة عن بوردون مشكل صحيح بوردون بوردون جيج فهون عم نحول إحنا التغير في درجة الحرارة إلى تغير في الضغط وبعدين من إيس بالبوردون جيج البوردون جيج هو عبارة عن بكون مثلا عبارة عن سي لو أنا جيبت أنبوب أنبوب نحاسي وبعدين فعشت هذا الأنبوب النحاسي بحيث أنه صار شكله زي حرف السي لو سكرنا هذا الطرف وعرضنا هذه النقطة هون لبرشور إيش رح يحاول يعمل السي رح حاول يتمدد عارفين مثال عليها زي إيش عارفين هاي اللي بلعبوا فيها الأولاد اللي بنفخوا فيها النفخ المنفخوا فيها إيش بصير فيها بتتمدد مقبوط نفس الإشي هون لما برفع الضغط على هات فبصير عندي هون حركة بهذا هذا بتحرك فبتغير عندي الضغط وهلا في فيديو بفرجيكم إياه على تصنيع البوردون جيج هلا البوردون جيج هو مش للتنبرتشر هو الهدف منه؟ فرشور لكن هون استخدمنا حولنا التنبرتشر لفرشور والفرشور بعدين وهذا الانبوب ممكن يكون طوله لحد ستين متر أبتو سكتي متر من هون فبصير عندي تغير في درجة الحرارة رح حاولوه بعدين رح عقم الكانيبليشن هون الكانيبليشن هاي رح عملها مش بدلالة الضغط بدلالة درت حرارة البروسيس اللي موجودة هون ممكن يعطيني أكيروسي لحد بص ماينس ون هكري هاي الأكيروسي اللي موجودة بهذا السيستم هنا دكتور بصحيب تعتمد على الرجل انه بدين فيه مضغت الساتشوريش كذا بالليكودي فيبا صحيح طبعا طبعا انا يعني احنا بس صالح بناخد افكار صعب نتصل بطري يعني كل واحد من هذول السيستم ممكن نقضي عليه وقت طويل احنا ندروسه زي ما سأل مثلا احمد سمير عن باومتاليك ستريب ليش بختار هذا المثل او التاني لانه احنا مشكلتنا بنا نحاول نغطي أبما نظل في التمبرتشر فما في وقت ان يعني لكن احد الاشياء ممكن تلاحظوها هون كمان في عندي هون سيستم دايناميك رسبونس لهذا السيستم من هون اذا كانت بس هون التمبرتشر طبعا هي بطيئة تغيرها بطيئ بس لو كان في تغيرها سريع لها فريكنسي عالية راح يكون هون في رسبونس من ناحية هذا النبوب من هون اذا هاي فلويد اكسبانش هذون هم الثلاث طرق الرئيسية اللي نستخدمهم في قياس التمبرتشر حولنا التمبرتشر لإشي ميكانيكال في الحال هاي حولنا لبرشور هون حولنا لديفلكشن صار في التمدد وهون تمدد بس لسائل هون تغير في التمدد لا قطعتين هذون هم الثلاث طرق الأساسية في الميكانيكال ميكس